لا تنفك التقارير الأممية من الحديث عن حجم المعاناة الإنسانية التي تمر بها اليمن في ظل الحرب لكن دون تقديم حلول حقيقية تحد من الكارثة عادة ما تبعث المنظمات الأممية برسائل إيجابية للعالقين في مناطق الصراع إزاء الوضع الاقتصادي في البلاد لكن الأمر يبدو مختلفا مع مارك لوكوك منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة حين قال بأن انهيارا ينتظر العملة الوطنية أمام الدولار وقد تصل قيمتها لنحو 700 ريال مقابل الدولار الوحيد تصريحات لوكوك المتعلقة بانهيار العملة الوطنية عده مراقبون مؤشر خطيرا قد يسهم في دفع المواطنين إلى شراء الدولار ما يعني فعلا انهيار العملة الوطنية التي تشهد استقرارا نسبيا عند 520 ريال للدولار الوحيد تحفل التصريحات الأممية بالكثير من التساؤلات كان آخرها ما تناوله منسق الشؤون الإنسانية حيال عدم قدرة ميناء عدن على استيعاب المساعدات الإغاثية لبرنامج الغذاء العالمي التي تم إرسالها إلى عمان بسبب الازدحام الشديد وهما رفضت إدارة الميناء منددة باستغلال بعض الظروف الاستثنائية في الميناء لتغطية الأخطاء التي يرتكبها موظف الإغاثة حسب قولها وحسب لوكوك فإن التقدم الهام الذي شهده المسار السياسي في اليمن عبر اتفاق استوكولم لم يطعم طفلا جائعا واحدا في البلاد حتى اليوم موضحا بأن الملايين من المواطنين ينتظرون المساعدات حيث أشار إلى أن أكثر من 24 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية عشرة ملايين منهم على بعد خطوة واحدة من المجاعة